اشتركوا في القناة تضمن الاجتماع تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل للمساهمة بتقديم حلول لمعالجة التحديات المطروحة كما قامت الهيئة بطرح أحد التحديات المتعلقة باستدامة المياه والمياه الجوفية وتحلية المياه في المنطقة وتمكنت من مناقشتها مع أعضاء المبادرة للمساهمة في معالجتها أعلنت المملكة العربية السعودية عن اكتشاف أكبر موقع لتحشيش السلاحة في البحرية يتم تسجيله حتى الآن في المياه السعودية بالبحر الأحمر ويقعه في جزر الأخوات الأربع ما يسهم في حماية التنوع البيولوجي ويعزز من تحقيق هدف تحويل 30% من أراضي المملكة العربية السعودية البرية والبحرية إلى محميات طبيعية بحلول عام 2030 حصد مطار دبي الدولي تقديرا عالميا لجهوده في خفض انبعاثات الكربون وذلك من خلال اعتماده التحول من المستوى الرابع من برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات التابع لمجلس المطارات الدولي حيث يتم منح هذا الاعتماد للمطارات التي نجحت في تخفيض الانبعاثات ودفع عجلة التغيير المنتظم مع الشركاء ليصبح بذلك من بين أفضل 5% من المطارات المشاركة في جميع أنحاء العالم التي تحقق هذا الانجاز قالت مراكز بحثية نمساوية أن موارد الطاقة المتجددة وخاصة الكهرومائية توفر حاليا أكثر من 80% من انتاج الكهرباء في النمسا ما أدى إلى تراجع معدلات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وذكرت وزيرة حماية المناخ في النمسا أن بلادها تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها المناخية على المدى الطويل كما تسعى إلى الالتزام بتطبيق المزيد من الإجراءات والتدابير بهدف إزالة المزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2040 على هامشي المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر الذي انعقد مؤخرا بجمهورية مصر العربية أطلقت الأمم المتحدة التقرير العالمي للمدن لعام 2024 وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن التقرير يسلط الضوء على الأزمات التي يواجهها العالم من حيث أزمة المناخ وكيفية نمو المدن والأفراد الذين يعيشون في المناطق العشوائية موضحة أنه في الوقت الحالي يعيش 59% من سكان المدن حول العالم في المناطق التي تشهد الأحداث المناخية المتغيرة